طيب احنا اتفقنا ان الدهون اللي بنستخدمها ديت لها كريتيريا لها استخدامات لها يعني حاجات كتيرة لازم نراعيها في ان احنا بنستخدم هذه الدهون قلنا الاماكن اللي احنا نقدر نستخدم فيها الدهون او الاكثر شيوعا نستخدم دهون في اي حتة على فكرة لكن الاكثر شيوعا في الاستخدام الدهون اللي احنا بناخدها من جسمنا ديت بما انها كنز ربنا من دهوننا مليء بالخلاء الجزعية مليء بالجروس فاكتور او معاملات النمو اللي موجودة في جسمنا مليء بحاجات كتيرة مفيدة هو بناخدها الاول نفسها لنا شروط زي اي حاجة في الدنيا بنعملها لنا شروط عشان الدهون دي تعيش بشكل طبيعي اولا لازم واحنا بنسحب نسحب بمقاس كانولا هو نفس المقاس كانولا ده اللي هنحقن به فعشان نسحب بمقاس كانولا كبير ونحق بمقاس كانولا صغير وبالتالي هتكسر الدهون وهي خارجة فحقيقة محدش هستفيد منها في الدهون لازم واحنا بنسحب الدهون حاجة اسمها انه نطاتش تكنيك يعني محدش يلمس الدهون دي ولا الهواء يعني ولا الهواء الخارجي بتاع القد طلع عملية المقاقم ملمس الدهون دي فالدهون دي بتطلع من كانولا الشفط من جسم السيدة على كنتينر مخصص لذلك خباك ومن كنتينر المخصص لذلك بيتم في عملية التصفية بيبقى في مجموعة من الفلاتر مجموعة الفلاتر دي بتتدي شيل بقى كل الشوائب اللي موجودة في الدهون من السوائل ومن الحاجات بقى اللي هي التشو كده زي ما بيقول الشغط زي ما بيقوله يعني وكمان بيشيل لما بيحصل وإحنا بقى أثناء عملية شفط بيحصل شوية تكسير في الخلايا الدهنية فبتطلع طبقة زيتية كده الدهون بتبقى عاملة زي الزيت وبنتخلص من طبقة الزيت دهيت وبنتخلص من السوائل وبنتخلص من الشغط وبفضلنا الدهون الصافية هيا دي الدهون اللي احنا نقدر نحقنها في جسمنا مرة أخرى بنستفيد منها أكبر استفادة بنقدر بقى من خلال الدهون ديت ان احنا ناخد جزء منها ونوديه على جهاز تاني آخر بنطلع منه الخلايا الجزعية اللي موجودة فيه ونعمل لها عملية تنشيط تنشيط للخلايا الجزعية ديت عن طريقة إضافة بعض الأدوية وبعض المنشطات تخلي الخلايا الجزعية دي من خلايا جزعية خاملة لخلايا جزعية نشطة خلايا جزعية النشطة فكريتا ان احنا هنضفها تاني على الدهون وهتبقى جزء لكل عشرين يعني كل عشرين جزء من الدهون نحط عليهم جزء من الخلايا الجزعية وبالتالي نخلطهم مع بعض مرة تانية ونحقنها في المكان اللي احنا عايزينه لما بنيجي نحقن الكلام ده في المكان اللي احنا عايزينه الخلايا جزعية فكريتا انها توصل أوعي دموية واجهزة لنفوية سريعا جدا إلى منطقة الدهون فتخلي الدهون دي اكبر كمية منها تقدر تعيش في المكان اللي احنا نقلناه فيه من غير ما يدم اذاباتها او يستخدمها الجسم كنوع من انواع الطاقة وبالتالي يقدر نحافظ بيها على الشكل اللي احنا عايزينه طب اكتر الاماكن شيوعا في هذه المنطقة ايه هي الاماكن الاكتر شيوعا في استخدام الدهون في الحتة دي احنا ثديين هم اكتر المنطقة شيوعين المؤخرة طبعا واستدارتها عشان نعمل برازيليا نبات من اكتر المناطق شيوعا القدمين او اللي نسميهم يعني الرجل كده من تحت من عند المفصل الانكل الرجل من دي الاماكن الاكتر شيوعا نحنا نستخدم فيها الدهون خصوصا لما يعني في المنطقة العربية خلينا لك المنطقة دي مش محببة في الاجانب في اوروبا وفي امريكا انها تبقى مليانة او هما دايما بيحبوها رفيعة جدا خباك لكن احنا في المنطقة العربية بنحب المنطقة دي شوية مليانة علامات الجمال عندنا قياسات الجمال عندنا مختلفة شوية عن قياسات الجمال في اوروبا والولايات المتحدة خباك فاحنا من حب دايما الرجلة تبقى مليانة من تحت الاوطار ما تبقاش بين الدنيا تبقى مدورة الى حد كبير بنستخدمها في كف الادين من ورء قصصا في السنة شوية لما يبتدي يكبر يبتدي ييبان عندنا شوية العروق والاوطار في ظهر اليد وشكلها مش حلو فنقدر نحن الدهون في كف اليد من نتاع وطبعا طبعا الوجه هو المنطقة الاكثر شيوعا في حقل الوجه بالخلايا الجزعية والدهون عشان يدينا الشكل ونضيع اثار السنين والتجعيد سواء كانت التجعيد الرفيعة او التجعيد العميقة نقدر نستخدم الدهون فيها بشكل جيد وكمان الدهون نقدر نستخدم النانو تكنولوجي او الدهون الرفيعة جدا عشان ما نزودش فوليوم بس ندي نظارك